تحرص الدولة المصرية على التعامل الآمن مع لحوم الأضاحي ومخلفاتها خلال فترة عيد الأطحى المبارك وفي هذا الصدد وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر للسادة سكرتيري عموم المحافظات للإشراف على التدول الصحي للحوم الأضاحي وشدد شعراوي على ضرورة تخصيص أماكن إضافية مناسبة للذبح بجانب المجازر العمومية يتوافر بها الإشتراطات الصحية كما وجه اللواء شعراوي بضرورة استخدام وسائل نقل يتوافر بها الإشتراطات الصحية لعملية نقل اللحوم إلى المستهلكين والتخلص الآمن من كافة المخلفات في الأماكن المخصصة لها قبل مرور 24 ساعة على وجودها من خلال قيام الشركات المتعقد معها على جمع المخلفات